اشتركوا في القناة في شتى المواقع ساهم في بروز العديد من الشخصيات النسائية في المملكة والتي كان لها حضور متميز في مختلف المجالات ساهم في عكس الصورة المشرقة عن المرأة البحرينية في شتى المجالات وخاصة في مجال العمل المالي والمصرفي وضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة يسعى إلى الاهتمام بالمرأة العاملة وتقديم كافة أشكال الدعم لها من أجل الارتقاء بمهاراتها وقدراتها في مختلف المواقع مشيرا إلى أن المرأة البحرينية نجحت في إثبات إصرارها وتفوقها في الكثير من المواقع وباتت تحتل مناصب عليا وهو الأمر الذي يثبت مدى كفاءتها مؤكدا سموه فخر البحرين بوجود نخبة من الشخصيات النسوية التي لها إسهاماتها الكثيرة وبصماتها الواضحة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة وشار سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن المرأة البحرينية حققت إنجازات كبيرة على المستوى الخارجي وأظهرت تنافسا واضحا من أجل رفع اسم وعلم المملكة عاليا في تلك المحافل الدولية مؤكدا أن رياضة المرأة تحظى بدعم واضح من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بها وشار سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية يعكس مدى حرص المجلس الأعلى للمرأة على إظهار مساهمات المرأة البحرينية في مختلف القطاعات وتمنيا كل التوفيق والنجاح للمرأة البحرينية في عملها وعلمها والمضي والمثابرة من أجل أن تحظى المرأة بكافة حقوقها وأن تعمل على بذل كافة الجهود التي تمكنها من استلام كافة مسؤولياتها من أجل خدمة هذا الوطن الغالي ترجمة نانسي قنقر